صورة اللي بعدها يلا شي كبالا سطورة شي كبالا معاك ولا عليك بتشوفوا ازاي من وجهة نظرك بتشوفوا لعيب ربنا سبحانه وتعالى ادالوا موهبة فزة في كرة القدم وهو رغم كل النجاحات اللي عملها ورغم كل الحب اللي شافوا من جمهور الزمالك لكن امكانياته كانت اعلى من كده بكتير وكان ممكن يصل المستوى في الكرة عالمي مش محلي فقط شايف ان جمهور الاهدي بيظلم شي كبالا طبعا في طريقة التعامل معاك ولا شايف ان شي كبالا هو اللي بيستفز الجمهور الاهدي لا بصي شي كبالا شخصية ممكن تستفز لو حد دس على كرامته او على كبرياءه او على يعني هو شخص ممكن يبقى عنيف في رده دي شخصيته وهم اهلي اصوان كده اهلي اصوان والنوبة والمنطقة دي والقاطية بالناس طيبين جدا بس محدش يدوس على كرامته ايو او يقلل منهم صح وتلاقيه ابن بلد وجدع وكده الا كرامته وا الا اهله تحمل ما لا يتحمله بشر يعني اه اه تعامل بعض الجامهير تعاملت معاه بعنصرية وتنمر بتكلم على لونه وعلى شكله وعلى وعمله حياة كتير قوي على مدار السنوات طويلة جدا وعلى فكرة شي كبالا طلع وتكلم في هذا الموضوع ايو مع الاعلامي عمر قديم وقال انا متضايق جدا الموضوع ده مهما كان الاختلاف ما يوصلش للمرحلة دي شي كبالا شي كبالا مش بيحب الاعلام ومش بيظهر في البرامج شي كبالا اول مرة في حياته يظهر كان في قناة النادي الاهلي وكان قناة النادي الاهلي بسبب استشهاد الله يرحمهم جمهور الاهلي في مطش المصري ايو وراح يعزي وطلع على القناة وتبرع بردبه في نادي الزمالك لضحايا مبراط المصري والنادي الاهلي فهو شخص من جوا بني آدم لكن ما بيحبش التطاول اتربى تحت مدرجات نادي الزمالك يعني الطفل عنده 15 سنة جي عاش لوحده في القاهرة تحت مدرجات جوا نادي الزمالك وبيأكل جوا نادي الزمالك وبيتعلم جوا نادي الزمالك فكان لوحده في الحياة وبالتالي بيحب دايما اللي يطبطب عليه واللي بيدوس عليه بيبقى قاسي جدا في رده ترجمة نانسي قنقر